بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين هناك إلى بقعة الأرض الطاهرة تتسارع الخطى والأحداث وقلوب تتسارع نبضاتها ويخفق فؤادها حزنا على مصاب الإسلام بهجران أسسه ومنهجه وأهدافه حيث أدى بالأمة لقتل الإمام وخذلانه وضياع رسالته ومنهجه فثقلت بهذا المصاب على المؤمنين الأحمال والمسؤولية وأسكن قلوب الأحرار حرارة لا تبرد أبدا جيلا بعد جيل يحملون قضية الحسين الشهيد عليه السلام ليستلهموا منها النهجة والصبر والتضحية تشخص أبصارنا وقلوبنا وأفئدتنا في هذه الأيام إلى رمال تلك الصحراء الملتهبة حيث توحد الحسين عليه السلام وأهل بيته وأنصاره وقل ناصرهم إلى الرمال التي عليها تشابكت أيدي الأطفال مع أحضان أمهاتهم خوفا وعطشا إلى تلك الرمال التي سيرت فيها قافلة النساء إلى يزيد بالضرب والصراخ والشتائم من قبل جند أو باش استحكم الشيطان على قلوبهم وأعمى حب الدنيا أبصارهم إلى تلك الرمال التي عزفت عليها الرياح ألحان الحزن والمصيبة والانكسار إلى تلك البقعة وما عليها من رؤوس فوق الرماح وأزساد تذرها الرياح السلام على الإمام المثخن بالجراح السلام على معشوق الثائرين والمضحين وملهمهم وزادهم ومصبرهم ودليلهم ورحمة الله وبركاته إننا نعيش اليوم المصيبة التي ألمت بالمؤمنين والتي تمثلت فيها أقصى قيم الإيمان والبصيرة والجهاد في معسكر أنصار الحسين عليه السلام وأقصى درجات الإنحدار الإنساني والعبودية للحكم الشيطاني الملكي الوراثي وحب الدنيا والجهل والخوف والتردد في طريق الحق في معسكر يزيد لعنة الله عليه وعلى المتشبهين به في حكمه وسيرته وإنه ليوم بكاء وجزع وغضب ثوري يختلج في صدور الأحرار وحرارة لن تبرد أبدا حتى تصحح أوضاع الأمة ويتحقق الإصلاح في أمة محمد صلى الله عليه وآله إننا في هذا اليوم ننظر إلى واقعة كربلا وكيف وصل الحال بالأمة من الخذلان لرسولها ولرسالتها لأن يقتل إمامها وتسبى ذريته باسم الإسلام وتشوه تعاليم الإسلام وينال التحريف من النصوص الدينية وينتشر الفجور والفسوق ويعود الإسلام غريبا وينظر إلى العدالة والحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى على أنه من سمات المتحجرين الترابيين إن مسؤوليتنا اليوم ونحن نستشعر هول مصيبة الحسين عليه السلام وذريته وأصحابه أن ننظر إلى واقعنا اليوم لنبحث كيف نمنع أن تتكرر واقعة كربلا في زماننا هذا وأرضنا هذه كيف نمنع أن يقتل مسلم بن عقيل بفعل الإشاغات والآلة الإعلامية التي كان يبثها عبيد الله بن زياد حتى تفرق الأنصار من حوله كيف نمنع أن يترك الثائر المطارد مسلم بن عقيل من دون مأوى إلا مأوى طوع كيف نمنع أن يصبح الحكم اليزيدي الملكي الوراثي الفاسد مسلما ومقبولا لدى المسلمين كيف نمنع النكوص والتراجع في صفوف أنصار الحق الذين التحقوا بالنهضة والثورة كيف نمنع خداع يزيد وكذبه من أن ينال من مؤمن كالحر بن يزيد الرياح في بعض مراحل ومفاصل الصراع بين الحسين عليه السلام وبين يزيد لعنة الله عليه وعلى المتشبهين به في حكمه وسيرته إن مسؤوليتنا اليوم هي أن نبحث كيف نمنع أن يبقى الحسين عليه السلام وأنصاره محاصرون في بقعة جغرافية من دون رجال ودعم ونصرة ومال وإعلام إن مسؤوليتنا اتجاه كربلاء اليوم أن نمنع خداع يزيد وتنصله من مقتل الإمام الحسين عليه السلام ليلقي بالتهمة على عبيد الله بن زياد وتبقى ذاته مصونة لا تمس إن دم الحسين وأنصاره وظلامتهم وجراحهم وغربتهم تفرض علينا اليوم مسؤولية أن نمنع تكرار المصائب التي جرت بكربلاء إن مسؤوليتنا اتجاه جرائم يزيد من ملاحقة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتلهم وتعليق رؤوسهم فوق الرماح والتمثيل بجثثهم وحرق خيامهم وسوق النساء أسرى كالجواري وهدم بيت الله الكعبة المشرفة واغتصاب العذارة في وقعة الحرة وقتل المعارضين من الصحابة والتابعين وإفساد الأمة بالمجون والفساد والسرقة هو التعبئة والإعداد للنصرة والسير في طريق المقاومة المشروعة حتى يسود العدل ونظام الحكم الصالح الذي يمنع هذه المآسي من أن تتكرر على الأمة من جديد إننا نستلهم من عاشراء الحسين عليه السلام تجديد العهد مع الرموز القادة المضحين في سجون يزيد هذا البلد فلدينا من القادة من أتم الحجة على الناس وعلى الشعب وصمدوا في مواقفهم وإننا سائرون على نهجهم وبصيرتهم وقادتنا اليوم ينادون ألا من ناصر ينصرنا وقد تهدد الموت والمرض حياتهم في سجون الخليفيين الفجرة إننا نستلهم من عاشراء تلبية النداء والغوث والنصرة والاحتضان للثوار المطاردين والمقاومين والجرحى وضحايا النظام الخليفي المجرم الذين ينادون أبناء الشعب بنداء الحسين المظلوم ألا من ناصر ينصرنا إننا ندعو أبناء الشعب المؤمن للمشاركة الفاعلة والواسعة في مسيرات ومواكب العزاء في يوم العاشر من محرم واعتباره يوم حزن وبكاء ومصيبة وغضب ثوري نستلهم منه الزاد للسير في طريق الحسين عليه السلام طريق تلبية نداء الإسلام ونصرة القادة المضحين وطريق المقاومة المشروعة ونجدد فيه العهد بالوفاء لنهجه وسيرته السلام على الحسين وعلى أهل بيت الحسين وعلى أنصار الحسين عليه السلام السلام على الدماء الجارية والدموع الساكبة والجراح المثخنة السلام على ظلامة الحسين وغربة الحسين ووحشة الحسين السلام على المخدرات المسبيات والمسيرات في القفار النائيات السلام على شهداء شعبنا من الشباب والرجال والنساء والرضع الذين لقوا ربهم بين مجاهد في ساحات الحرية ومغذب في سجنه أو مخنوق في بيته السلام على شهدائنا من مفضوخ الرأس ومهشم الجسد ومكسر الأطلاع وممزق الأحشاء ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا